اختصارات على علب الادوية ما كنت اشتعرف شو معناها كثيرا بنشتري ادوية وبنلاجع عليها اختصارات من حرفين او ثلاثة وما بنعرف شو المعنى فمثلا لو اشتريت دواء وليجيت مكتوب عليه ام اار هذا معناته يعني تم تعديل شكل او لون الحبة او تم اضافة مواد اليها بحيث انه تتحرر ببطء ويكون مفعول هذا الدواء بطيء شوي بمعنى انه الفعالية تاخد اليوم كله وعشان هيك بتكون الادوية اللي زي هيك يعني مرة باليوم الرمز معناته بمعنى انه برضو الفعالية طويلة وبيتاخذ مرة باليوم طبعا هذا واللي جاب له جريبين جدا من بعض في المعنى لكن في فروق بسيطة ما بتهم الا المتخصصين معناها برضو معناها انه مفعول طويل وامتصاص ببطء وبيتاخذ مرة باليوم في حبوب بكونه مكتوب عليها XL يعني extra long يعني المفعول طويل برضو هاي نفس المعنى لكن في بينها وبين الباجي فروقات ما بتهم الا المختصين وفيه برضو ايش بسموه CR يعني controlled release هاي بتفرج عنهم بشغلة واحدة انه بتكون مغلفة بطبقتين او ثلاث اول ما تهضمها اول طبقة بتذوب في المعنى لما توصل للامعاء بتذوب الطبقة الثانية وهكذا بحيث انه الامتصاص يكون طويل وبالتالي المفعول طويل لكن الطريقة بتختلف لو لقيت دواء مكتوب عليه retard معناته ممتد المفعول فايديته انه بيضل في الجسم فترة طويلة يعني ممكن يمتص بسرعة لكن بيبقى في الجسم فترة طويلة وعشان هيك بيكون buy two او مرتين باليوم عكسه تماما اللي هو immediate release يعني بتهضمه من هون بتحرر من هون وبتبلش تستفيد منه بسرعة لو لقيت الدواء مكتوب عليه FCT معناته film coated tablet يعني حبوب مغلفة هذا النوع من الحبوب بالذات ما بصير لا تكسره ولا تحله ولا تدوبه في مي بتاخد قطعة واحدة زي ما هون لانه الهدف من تغليفها انه تمرق من المريء والمعدة بدون مذلوب او يتم امتصاصها انا بديها لما توصل للامعاء يتم امتصاصها وهذا الكلام بيحمل معدة من اثارها الجانبية وبأخر الامتصاص وبأخر المفعول وبشبهها الرمز EC اللي هو entire coated يعني مغلفة من القناة الهضمية او المعدة بس تصير في الامعاء يتم هضمها كلمة بلس معناها انه الدواء مضاف اليه دواء ثاني فمثلا التكند عبارة عن دواء ضغط واحد اسمه العلمي كاندس ارتان التكند بلس بكون كاندس ارتان دواء ضغط مضاف في نفس الحبة مدربه الاسمه تايزايد لو مكتوب BP معناته British Pharmacophobia يعني مصرح فيه حسب دستور الادوية البريطاني ولو مكتوب USB معناه United States Pharmacophobia يعني مصرح فيه حسب دستور الادوية الامريكي كثير ادوية من لدي مكتوب عليها R أو TM والثنتين تقريبا بمعنى علامة مسجلة او ماركة مسجلة بس الفرق بينهم انه R معناها Registered يعني انا سجلته في منظمة حكومية او مؤسسة الغذاء والدواء او اي جهة رسمية بحيث انه ممنوع يتقلد وممنوع اي شركة ثانية تصنع الدواء وتسميه بنفس الاسم التجاري تبعي لكن TM معناته ان انا سجلته لكن مسموه لك تصنع الدواء وتسميه بنفس الاسم فالرجستر بكون ملكية فكرية للشرق المنتج لو لقيت الدواء مكتوب عليها Fort معناته اختصار Fortified انه هذا الدواء مضاف اليه مواد ثانية بتزيد فعاليته وبتقويها لو مكتوب على الدواء DS معناتها Double Strength يعني هاي الحبة فيها مفعول مضاعف عن النوع العادي ولو مكتوب عليها AQ معناتها Aqueous او بمعنى Water يعني هاي مذابة في وسط مائي مش زيت شوفي رموز تاني بتشوفها على الادوية ما حكين عنها اكتب لي بالتعليقات